مجددا تحافظ روسيا على مكانتها كمعرقل لأي قرار أو بيان أمميا بشأن اليمن ففي تطور جديد أعلن المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكرافت أن روسيا عرقلت مشروع البيان المقدم بشأن المستجدات في اليمن وأضاف أن بلاده مندهشة من الموقف الروسي غير الموضح أسبابه وحيثياته وكانت بريطانيا قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع بيان ينص على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات والامتناع عن مهاجمة المدنيين والبنية التحتية والاحترام الكامل للقانون الإنسان الدولي إلا أن روسيا عادت لممارسة هوايتها المفضلة في عرقلت أي توجه دولي قد يقود إلى تحريك المياه الراكدة في الملف اليمن المشروع البريطاني جاء بعد يومين من القصف الذي طال تجمعا للعزاء في العاصمة صنعة وهو ما أظهر تباينا في الموقف الدولي حيث ذهب كل طرف إلى استخدام الحادثة في الحشد باتجاه المربع الخاص برؤيته ومصالحه وهو ما جعل المجتمع الدولي يفشل مجددا في الخروج بموقف موحد من شأنه المساعدة في وقف نزيف الدم اليمني اشتركوا في القناة